السلام عليكم مساء النور مساء الخير او صباح الخير عليكم على حساب التوقيت اللي غادي تنزل فيه هاد الفيديو يوم بإذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشرح لكم واحد الموضوع جد جد مهم لكل سيدة مقبلة على الولادة الطبيعية بإذن الله هاد الموضوع مباشرة وهو كيفاش نزحم كيفاش ندفع يوم الولدة باش نتفادع المشاكل ديال شق العيجان وان شاء الله يتكون ولادة طبيعية سليمة مئة في المئة يكفي فقط انكم تتبعوني حتى الاخير ديال الحلقة وكذلك قبل ما نبدأ ديروا اشترك في القناة تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد المنتظر وكذلك البقطاش ديال هاد الموضوع مع الحواميل لكي تعمل فائدة بإذن الله يلا هوا معنا باش نشرح لكم كيفاش نزحمو كيفاش نتنفسو نهار الولدة سبق لي شرحت لكم مراحل الولادة الطبيعية بالتفصيل المميل بحل اللي راكم كنتو قاسين معايا في القاعد الولادة غنخلي لكم الرابط في صندوق الواصل نتمنى تدخلوه وتصوف وتشوفوه باش تستفدو منو ين شاء الله ايدان المرحلة ديال التنفس ديال الزحمة اتنى الولادة كتبقى هي المرحلة الاخيرة اللي غادي تسيدة توجد لها في الدار توجد درب عليها ماشي عيب باش نمشي ان شاء الله مدربة وعارفة راسي كيفاش نزحم نهار الولدة فاش تقولي لساش فام زحم او تنفس مزيان ايدان ان شاء الله يجال حريق انا في القاعد ديال الولادة في الغرفة ديال الولادة معايا التقام بابي معايا لساش فام المهم ديال الحريق تيب دايج هاد شوية بشوية شوية بشوية احنا غادي نداو نحسو بالزحمة الزحمة اشنو هي هي اننا غا مداو نحسو بالليل بابي تيدفع تيدفع باش انه يخرج شي حاجة غادي تخرج وغادي نحسو بحال اللي بغي نديرو البوراز ديالنا في المرحلة يعني السيدة اللي غادي تحس براثها اون في باش تدير لسيد ديالها باش تدير كاكا ديالها اعزاكم الله عادي جدا احنا مولفين ما كيش مشكل انك تدير هاد شهادة بالعكس كتكون واحد العلامات ديال انك ان شاء الله قرب تيس ولدي وبالنسبة البتداء ديال بالنسبة للزحمة فقاش ممكن انها تبدانا وفقاش خاصها نولدو بالنسبة المدة الزمنية اللي ما خاصناش نطول فيها تدكون من ربع ساعة يعني خمستاش دقيقة حتى ساعتين يعني هادك التنفس وديك الزحمة را عندها وقتها ما خاصناش نتعدى وهات توقيت هاد باش ما ندخلوش مشاكل لانا المرات تقدر تسخف البيب يقدر يسخف خاصة الحاوامي اللي عندهم مشكلة دياله ديال القلب ديال التنفس ومشكلة دياله فقر الدم يعني هنا تيخصنا نحتار مو واحد توقيت باش من بعد ما ندخلوش في مضاعفة اخرى او تقدر سيدة دوز ولادة قيسرية اذا اول حاجة خاصنين نكون متقية يعني ناس على ظهري هادي هي البوزيسيون ديال الولدة في المغرب غادي نهندر على البلاد ديالنا على المغرب كيفاش يولدو العيالات تنكونوا ناسين على الظهر ديالنا اولا دومي اسيز تنكونوا يعني محزوزين بحالة متقين غير شي شوية لنص ديالنا كله محزوز لقدام انا متقية اولا انا ناس على ظهري والرجلين غالي تكونوا في الطاولة يعني في الاطابل الجينيكولوجيك في ديال رجلات ديال الولا دا تيخصني ندفع مزيان فاش تجيني الزحمة خاصني نتعصر مزيان اللور بحالي تنجير كاف طوالت يعني انتنا نشرح لكم بالتدقيق باش تفهموني مزيان باش نقرر بكم من الشرح لانا ما عديش تعرف الزحمة غادي تصعب على رأسها وعلينا العمل ولا قدر الله يقدر يكون شي مشكل اذا خاصني نجب بدرج اللي مزيان نحل رجلي مزيان نجري تدي فتحت فخداتي ونحاول نطلل على رأسي غادي نطلل على كرشي اولا غادي نطلل على المهبال ديالي يعني بهذا الوضعية هادي تتكون وضعية صحيحة باش انني زحم والزحمة ماشي هي نغوت ماشي هي نتعصر في عنقي مقان حمارو نو الزحمة هي ندفع اللور بهدو وفي صمت يعني ما يسمعوش الناس ضاعي ما يسمعوش الناس غواتي خاصني نتعصر بحالة في الامساك وما قدراش نزحم وبالنسبة للسيدات اللي سيخافوا انهم يجوهم البوراز يوم الولادة قبل قوت لكم باللي عادي جدا ماشي عيب ماشي الخطركم وديك شي خاصو يكون ولكن اللي بغى انها تجي وتفادى هاد القضية لان تتحشم او لا ما بغىش هي تدير لاسا يديرها على نصاش فام او على الطبيبة ممكن انها خاصة ما تكونش بزاف بانسيو ما خاصكمش اصلا تكونوا وكلين بزاف فاشكونوا ماشي متولدو وخانتوا معانف ان راسكم غا تولدو او مهيئ ان راسكم الولادة طبيعية ما نقدروش نعرفوش انه غادي وقع من بعد دونك ما نكونش موكلة بزاف حتى لو كنت قدوز بلدة قيسرية هاديك الماكلة ما تدير ليش مشكيل وكاين في الصيدلية واحد الادوية تتساعد على باش اننا نخوي والمصران دياننا بطريقة طيبية مئة في المئة نخدم الصيدلية او لكاين في بعض المصحات الخاصة اللي تديرو هاد الدوا هادا باش اننا كان فيديو هادا لانتستان ديال السيدة قبل ما ادير كاكا وانا شخصيا في الولدة ديالي بره المغرب قبل ما ندخل في الوقت ديال الحرائق وديال هاد الشي هادا لانني وردت بطلق الصناعي لا صارش فام دات لي واحد واحد دوا باش انني خويت المصران وهكذا الحمد لله ما كان حتى شي حاجه في الولدة انا سنقول لها لكم ونعاودها راه عادي جدا وخاء ان ذيك شي كون ما كان لاش تحشمو او لاش تخافو اذا انا تنحس بكرشي تتحجر تنحس بذيك الوجعة جياني هديك هي الزحمة خاصني نتأثر ونتفع اللور مزيان ونطول الزحمة كل ما الزحمة كانت طويلة كل ما ديك البابي تيهبط مزيان بوحد سرعة فائقة تتكون لولدة فوحد المدة قليها بدل انني تجيني الزحمة ومنقدرش نصبر ومنطول هاش في كل مرة غا تجيني شوية في كل مرة غا تجيني شوية فانا غادي نتعدب وغا نطول علي الوقت وغادي نعدب هاداك البابي تجالي وغادي نصخفه معايا داكوغ دونك واثناء الولادة الوقت اللي غادي تكون معاكم اللاساج فام وتقول لك زحم خاصك زحم طوليها طوليها يعني انا خاصني وخا يكون في الحرائق خاصني نكون تنتصنط اشنو تقولولي باش نتجاوب اناويهم باش يكون واحد منسجام بين لاساج فام وبين السيدة اللي غادي تولدي ان شاء الله كان بعض السيدات اللي يسمح لهم سوما من راسهم اما احنا مسانسين ومتعودين صراحة لايحة الاول لانا ما تكون شايف خاطرهم داكشي هو كتكون بحلشي حمقا ما كتسمع شو متنقلولها ستغوط تضرب من كي يكون البابي خارج كتبقى تجمع رجليها بزاف ديال الامور يعني انت تكون واحد الولادة ما فيها ما يتشاف مع الاسف داكشي لاش انتوم ان شاء الله تتفرجوا فيا واللي متبعين هاد النصائح واللي الحمد لله باغين انكم تولدوا ولادة طبيعية مزيونة مزيونة يعني باش تبقى واحد سوفوني نغزوين في حياتكم تبقى هاد النصائح اللي يجازيكم باخير راها سهلة والله يجازيكم باخير كونوا سابورات هادك الفشوش كنا نفشات كنا خوافات ولكن غاد نقول لكم باللي فوق الولدة نترجلو نترجل باش اناني نشوف داك البابي ديالي مزيان ونصبر للحرك راح في داك الالم راح صعيب 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 يعني ما تتصوروش حل صعيب ولكن سبحان العرب راح يغفرنا فيه الدونوب وخاصنا نصبرو مشي تسع شهر كله وحنا مدوزين هازوينا وناشطنو كانتنا والبيبي وغادي نجيو لنهار الولدة وغادي نديرو شي حاجة اللي غا ترجع لنا بالندمة لانك فاش قولي لصاج فام نزحم نطولها ونساعدها ونصبر ونزحم وفاش قولي تنفسي خاصنين تنفس وحنا احنا كنبقاو نكملو الخروج ديال الديجاجمون ديال البيبي يعني كنبقاو نشدو كنشدو لع تدخارجها الرواية خارج ديال البيبي ياكو البيبي خارج وحنا اللي كنبقاو نميل نديرو بحل مساج نديرو المساج اللي كل المنطقة ديال شق العيجان باش المرة تفادى انها تدير واحد لدي شيرير اللي تقدر تقطع المرة بوحدها باش ما تقطعيش بوحدك فاش تقول لك القاب لا حبسي الزحمة ما تزحميش تنفسي 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 شحان من وحدة هي يالي كتكون السبب انها كتقطع راسها براسها البيبي يلا خارج وحنا اللي كنكملو ديالطريقة ما عديش نعرف نشرح لكم بانزيال لان هذه البخاتيك يعني البيبي فاش قيطلع لنا ديالرويس وحنا حاضين شق العيجان ديالابا اغتيما بين المهبل والشارج مكتبياتش مكتقطعش بوحدها تنكونو ديالج احنا شفنا البيبي اغيني كيفاش دايير وعارفينوا واش سوبلو لنا واش غاديساعدنا اننا ننوالدو ديكسيدا بلا غراز دونك الشرح واضح انتمنى انكم تكونوا فهمتوني وانتمنى ان شاء الله هاتشي فاش كون تتولدو تفكروني وتديروه وتطبقوه ان شاء الله وتتواصلوا معايا من بعد بحال كتير من الاخوات اللي قالوا لي را تفكين على خير وتبعنا نصائح ديالك وكذا وكذا والحمد لله كانت النتيجة جد جد مردية وانا فرحانة بكم وفرحانة انني كالقى هاتلي كومنتاغ اللي فغيمون صراحة ديكشي مزيون وتنفرح بزاف لانا السيدات كيتطبقوا النصائح وماش يكون شي دايها غير في التفاهر ديال انتاغنات مع الاسف والحمد لله كان للناس اللي هي وعات وعارفة بقيمة هاد النصائح الطبية المجانية اتهل الله وفرسكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله غادي نحاول نجير لايف في اليوتيوب لانها بزاف اللي طلبوه مني ما عندهمش الانستغرام ما عندهمش الفيسبوك غا نحاول نجير واحد المبت مباشر اه في القناة ديالي وغا نخليه لكم ان شاء الله منشور باش لي حتلي مسافهاش الحد ودخل تفرج معنا المباشرة تلقى النصائح من بعد واللي عندها الانستغرام ندخل مرحبا بيها غا نحاول كذلك ماشي غا نحاول هو مؤخرا راني تانير لي لايف في الانستغرام ميدوايف تيغي افزيد مرحبا بيكم حتى لي معرفين شو ميدوايف شنو هي هي سهاش فام باللونغري انا خليت هذا الاسم هذا خفيف وضريف نفس الاسم ديالي في الانستغرام هو اللي في الفيسبوك مرحبا والف مرحبا حتى في المجموعة الفيسبوك باش نكون عائلة وحدة واللي عندها اي سؤال مرحبا اللي عندها اي استفسار مرحبا والف مرحبا واللي عندها اي مراحضة على القناة اللي شي حاجة لي نقدر انا نستفد منها نستفد بيها من كومنتوما ان شاء الله كتبوها لي في التعليقات وتوصلوا معايا وتلحمق عليكم ونشوفكم على خير مع السلامة باي باي تهلا وفرسكم